قليني اخد الدكتورة جليلة كده كمتخصصة يعني وجهة نظر وبعدين الاستاذ علي يعني كمحاملة انه اقام ده عشان شوف المتخصصين يعني وارجع تاني للقراء دكتورة جليلة هل موافقة على الكلام ده انه التخزين لانه عنده 18 محضر سرقة فبيقول اعمل ايه يبقى والحشو كمان بيقول انه يعني يعني السرقة حتى بتطل يعني يعني اشياء كده من جوه حتى فهو بقولك يعني لا استطيع ان اتحكم او امنع فالحل هو ان انا افكك وابعت مخازن يعني هل ده حل يعني طب هو حضرته اثار موضوع حشوات الابواب طب ما تشل الابواب كمان في الحقيقة منطق تفريغ المنشآت التاريخية من عناصرها المامارية اللي هي جزء جزء اصيل منها ها سواء كانت ترجع يعني هقول ترجع لعصر فرعوني ابسي اسلامي ما مرش علينا لا في التاريخ ولا في اي دولة في العالم ولا في الدول العربية ولا في الدول اوروبية يعني يعني ان انا مش قادر اوفر الحماية بكل الوسائل الحديثة لتوفير الحماية سروح رايحة ان انا افرق المنشآت تاريخية من كل عناصرها ازاي ده يعني يعني طب انا هتجيك مثال دلوقتي عندي معبد دندرة اللي في رؤوس حتخور لو حد جي سرق راثين من رؤوس حتخور هروف شايل الرؤوس كله وخطات مخزن يعني نشيل المعبد كله بقى يعني هاشيل كل مثلا الجدريات من المعبد لو اترق منها طب ما اترق مثلا اي عنصر من عناصر مثلا الابلة الرخامية هاشيل كمان الابلة ازاي الكلام ده يعني الكلام ده ازاي حد يستوعبه يعني يعني انت يا حضرتك متخصصة مندائشة من ده يا دكتور جليل كل المنشآت الاسرية من كل عناصرها المعمرية اللي هي جزء عصيد منها واختها في مخازن ازاي يعني ازاي مين قال المنطق ده مين اللي قال لهم اللي مش قادر يحمي منشآت تاريخية دكتور جمال طيب يعني عشان حتى دكتور جليل انفعلت اولا انا بشكر حضرتك واشكر كل اهل وشعب مصر السوشال ميديا وكل الاخبار اللي نزلة وغيرت الشعب المصر على الاثار الاسلامية ده شيء كويس بس زي ما قاله الدكتور محمد تعالى نخش الواقع انا عايز اسأل الاستاذ خالد كمرشد سياحي حضرتك اخر مرة رحت جامع السلطان قايد باي امتى رحت جامع الطنبغة المرداني امتى مع الجرب مع الجست ورحت انت بتقول مندهش لو هخش ملاقيش منبر او الائي مستنسخ للمنبر طب انت اي حال حضرتك ومعاك الجست وانت داخل شفت حشوات الطنبغة المرداني عاملة ازاي شفت المنبر عامل ازاي اوصف للسادة المشاهدين شكله ايه والجست اللي معاك هيبقى شكله ايه لو شاف المنبر بالشكل ده يا فدن مهداي يودين معلش معترامة دكتور مهداي يودين وزارة الاثار والمسؤولين عن التصوير حضرتك بتودين القرار بالطريقة دي يعني انا قسيم الاثار مهمة لو اجيه اقول شوف او انت روحتي امتى احنا بنطالب بتسوير البرامج الاسلامية لا مع حضرتك بواجه كلام ليه انا برد هذا الكلام يودين القرار اكتر ويدين وزارة الاثار يعني انت عايز تقول لي انهم بسرقوها بسرقوها خلاص يعني انا ما عنديش وسائل تعمل تعمل صفارة للي يجي يلمسها احنا ما احنا بنلف يعني انا العالج العجز ان انا حسبسها ان انا برجعها بحتفظ بيها علشان اعرضها في متحف مرموك اللي هو متحف الحضارة وانا ضد حضرتك انك بتقول هتترمي في المخازن وطالما في المخازن يبقى هتتسرق وطالما هيبقى الوجه القبيح من ان لحضرتك الكلام لان في التجارب بتقول لي لا استحالة انت شفت ايه حضرتك روح بالكاميرا الساعة حيشوفها في المخازن شوف متحف الحضارة وشوف المنابر هتروح تتحفظ في متحف الحضارة ازاي بتكمي الجمال ازاي تعال شوف صور المنابر شوف صور المنابر في المخازن يا استاذي يا استاذي المنابر بتتفاك باسلوب علم سليم بتتفاك باسلوب علم سليم بتتغسل باني بقول لحضرتك بتتفاك وبتتركب احنا عندنا ايدا عاملة وعندنا فنيين مهرة جدا يقدروا يعملوا ويرجعوا طب لما عندنا معندناش مقومة سرقة ما عندناش كاميرا. الامكان ايه. وصفارة صفار. الامكانيات فين? وبعدها هنا في مشكلة. الاصار الاسلامية بالذات الاصار الاصار الاسلامية بالذات. في مشكلة. المسؤولية هنا وزارة الاصار والاوقاف. وزارة الاوقاف هيئف الالجامعة ايبدا يعمل لصلاة الفجر. هو انا لاقفل لو ان دي مخازن. يا استاذه ما هو الحاجة? هل ولد الجمال اللي ندفنه انتو بتدفنه الجمال كده بتدفنه لا فيه متحف اسمه متحف النسيج كمتخصص هيتعمل متحف للمنابر او طاع للمنابر ايه قيمة يا دكتورة جليلة انت قلت الوقتي ايه قيمة المنبر لو انا شلته من من المسجد يعني هو قيمته الجمالية بيكتسبها لانه جزء من المسجد هل ده صحيح انه عملنا مدحف للمنابر ده يكون كويس ممكن بس ممكن لو سمحت عايزة انا اثير نقطة مهمة عايزة ارجع بس لمسال المسجد الاقصى المسجد الاقصى اتحرق سنة تبع وستين كويس كده ومنبر صلاح الدين كمان اتضمر بيس يعني بعد تمانية وثلاثين سنة اعادوا بناء المنبر اصحح لحضرتك يا دكتورة اصحح لحضرتك اولا المنبر بتاع نور الدين محمود اللي في المسجد الاقصى اتحرق طبعا تسعة وستين ومن ساعتها في المخازن او البقايا بتاعت الحشوات بتاعته موجودة المنبر اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي اللي اتعمل في المسجد الاقصى ليس هو المنبر بتاع نور الدين محمود وانما كوبي او نرزك للمنابر واخد بالحضرت انما مش هو المنبر احنا هنا بنتكلم على المنبر الاصيلة نخليها بس تكمل واتفضل يا دكتور من فضلك كان ممكن خلاص ينسوا الموضوع ما يعدوش بناءه ووضعه في مكانه تاني علشان ده خلاص تدمر انت بتاخد بتاخد منبر كامل حالكو الطبيعية عشان تحطه في متحف ازاي ازاي ليه حضرتك عملت متحف في الخضارة مش عارف تملاه فعايز تنقله لا 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 ما تجد ازاي يعني لا لا كل العناصر المعمرية انت حضرتك شفت المتحف الاول الحضارة هي عناصر عناصر ما نتكلمش كده يعني لاصتيقة بالمكان لا يمكن ان حضرتك تنتزعها طب ما تنتزع كمان الابلة طب لو حد اخد اي رخام من رخام الابلة هتزيل الابلة كمان واتخطها في مخدم ولا فتحة ايه الكلام للتارك ده العناصر المعمرية بتاعة المساجد هي عناصر لاصتيقة بيها هي عناصر اساسية في هذا المنشأة انشاءة لازم تفضل في مكانها عايز رممها رممها في مكانها ما انت اه في الكلام اللي حضرتك بتقوله ان انت تفرق كل المساجد من عناصرها مش بس القرار اللي احنا قريناه في الاهرام مش بيقول بس على المنابر لا بيقول منابر وبيقول كمان مقعد المقرق بيقول كمان مقعد المصحف حضرتك احنا بنكلم الكلام اللي ضار في اللامة في تسعتاشر مش كاو في كرسي مقرق خمستاشر كرسي مقرق وفي تلاتاشر تنورة وخمسة وخمسين ممبر وخمسة وخمسين ممبر يعني في اجزاء تانية يعني. ممكن بس. الكارسي يا استوزواء اللي متيجة ازواء. طب تفضل وبعد كده اسمها. اه هو الكلام ليس معمم بهزي الصفة. بزا. هي كل قطعة. في اي مسجد. اه لو يعني هي اه هي هيعرض بيها مذكرة على اللجنة الدائمة تقرر. ما انت خدتها المغزن دا يا عبد. لا انا ما خدتهاش دا تقرر. اشيله او ما شيلوش. المشكلة دي. طب في مسجد مؤمن. زي مسلا مسجد محمد عالف. معقولة جماعة انا عاجز. انا يعني عندي قيمة اثرية جميلة. يعني لو حد بيسرع حجارة من ابو الهول كل يوم. نشيل ابو الهول نو وديه المرسل يا جماعة. نفكك حجارة الاقرامات. اه? ونفكك حجارة الاقرامات بالمرضة. معلش خلينا نتكلم بالمنطق. حجر غير تحفة منقولة يا استاذ واقل. انت انا بتكلم على تحفة منقولة خشب سهل. هو قيمته قيمته انه دوه المسجد. انت بتشوف بيعرضه المساجد. تشوف المساجد في تركيا ازاي لما بيسوقوا للسياحة. حجر. حجر. يا يا دو. يا استاذ واقل حجر. انا بتكلم. هل احنا عاجزين عن 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 حماية منبر. احط كاميرا صغيرة. مش عاجزين. مع صفارة اللي يلمس. المشكلة المشكلة يا استاذ واقل ان في صلاة وفي ناس بتستخبى. وفي ناس بتبات بتعطي للفجر. المشكلة هنا الاوقاف. وبعدين ما تجيش تقفل الجامع. يعني انا هقول لك ايه? لان الحاجات دي سهلة واللي بيسرقها محترف في فن النجارة. احنا بنتكلم هنا على الخشب. التنور اللي حضرتك بتقول عليه. مفيش حاجة اسمها تننور دلوقت اللي هي وسائل الاضاءة. في الجوامع كلها في المتاحف. للعلم. اه. احنا بنتكلم على الحاجات التحف المنقولة. سواء كانت دكك. سواء كانت كراسي. سواء كانت منابر. انما غير كده. بس انا انا بس سرع. اه السائح بيدخل المسجد لمن يستهوي. اكمل تعليق. زي ما يقول لك لمن يستهوي هذا النوع. في ناس ما لا لا يستهوي. عايز بيشوف المنبر مع المسجد هي قيمته الجمالية في بيئاته الموجود فيها. هنتزعوا من بيئاته زي سمك بتطلعه من المية. حطول انا. حيموت ولا قيمة ده. حطول انا المنبر بديل بدل موريش شكل القميء. اللي زي بتاع طنبغا المارداني وبوبكر موزر. هو جاي عشان نشوف التحفة الاصلية يا دكتور. يا استاذي. يا استاذي. يا استاذي. تلات اربع الجوامع المنابر اللي فيها حديثة. طيب. انت بتتكلم على ايه? عشان بس يرفز علي اقام دعوة.